رمضان وشو حلو عليكي طبعا ورمضان طليتي على الناس او ارتبطتي بالناس من خلال شهر رمضان وحرب اهلية وضد الكسر والسنادي ودايما عامر عايزة لو سألتك اصعب دور جالك في رمضان كان اني واحد اكتر دور كنتي شايلة همه كنتي وانتي رايحة تصوري وقفة ركبك كده بترتعش كده سألك بمكانه اكيد ندين حرب اهلية اكيد اكيد عملتي كده ازاي انا مش قادرة انا مش قادرة لك قد ايه صعب يا انجل ان انتي تقري ورق وتتبصي كده تقولي ايه لدور الوحش ده مش معقول تكرهي تكرهي انا اول وانا يعني شعور كده اه اللي هو ايه ده رميت الورق ايه ده لا مش قادرة احبك في اي طريقة يا ندين ازاي اصلا هيوصلك للناس ما لقتي لهاش اي منفس لقلت لقيت لقيت سؤالي جهالو جدا اه اكيد اي حد شرير عنده حتة شكرا اه ده حقيقي صح واللي هو ممكن يبقى مش مبرر في الورق ممكن انتي تخلقيلها ماضي مش مكتوب بس هو في خيالك بس عشان تحني عليها عشان تصعب عليك عشان تحاولي تتفهمي اللي هي كده فانا ده اللي عملته مع ندين انا حاولت ان انا حطت مشاكل في الماضي بتاعها بتفولتها وكده عشان حن عليها شوية واول يومين تصويت راديو يسرة ورمضان ودخلة على ماركة مصر واللغة اصلا ما كانتش كوي يعني اللهجة كانت صعبة يعني كنت لسه بتعلم المصري وقتها وكان دي الورق خمس سنة قبل التصوير فكان كله صعب واول يومين انا ادخل اقول المشاهد الصعبة دي او مثلا ايتي بتزعاق بالمصري وشحب العربي بالمصري اه صعبة اوي بس يا سيفا سيفا اكيد احتوتك يسرة اكيد احتوتك يسرة احتوتني جدا وسامع عبدالعزيز بصراحة made a great difference والاثنين بجاء توقفوا جنبي جدا 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 بعد مسلا تاني ماشت بسرت لنفسي كده كده فاكرة بسرت نفسي في الكاربان قلت تسنتي يا هتعملي للاخر يا ما تعمليش الدور يعني يا هدخلي وابقي الست الوحشة دي وعمليه من الاخر يا ما تاختيش الدور فخلاص قلبت بقى السيد الرعدو ترعيت ايوة او خلاص او رعدون وطلع مني بقى كل كل حاجة وقعدت بقى يعني كانت ناجين اوي 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 ايوة بالزبط استاذ جمال العدل قال لك يشجعك طبعا بجد يعني هو اللي متحمس لك كان جدا جدا بجد بجد انا عندي شكر كتير كبير جوايا لشركة العدل وليسرى ولسامة عبدالعزيز خصيصا دول تلاتة عشان يعني ازاي اصلا وثقه ان انا يدوني دور صعب زي كده في سيزن مهمة زي كده في مثلسل ازاي وليه لما خلص قالولك ايه كنتي قدها هنوني اه قالولك كنتي قدها اه هنوني جدا ويعني خلاص اخدت الساتسفاكشن دي من يعني حتى كنا مرة على تلفزيون يسرى ومستر جمال الاتنين قالوا كلام حلو جدا قلت خدت اولا ينيد بصراحة صح دي شهادة شهادة ومسئولية متخيلة اكيد طبعا طبعا لو رحنا دلوقتي لدايما عامر ورمضان اتنين وعشرين ومصطفى شعبان يس ودور مدرسة واحنا لسه مش فاهمين اوي ايه اللي بيحصل لان لسه زي ما بقول ان فيه مسلسلات كتير اوي في رمضان ده صح ولسه محدش ارتبط اوي بمسلسل لسه هيتابعوا او لا لسه بنشوف هنعمل ايه ولكن انت خلصي تصوير ولا لسه 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 لان خطفينك بجد خطفينها من بيروت وخطفينها من التصوير وخطفينها في رمضان انا اللي مبسوطة انا اللي مبسوطة بجد اوليلي ايه اكتر حاجة شدتك في الدور وهو دور مختلف خالص عن اللي قدمتيه قبل كده ومش تحت الامبريلا بتاعت استاذ جمال العدل فبردو ياس ياس اولا وحشوني قوي العدل جروف انا لسه يعني كنت بتكلم معاهم حسة في كده ان انا بدأت في سيزن رمضان معاهم وسنة دي في اليوم فقدة في صراحة بس مبسوطة جدا مع شركة الباتروس الاول مرة بتعامل معاهم اخترت الدور ده عشان سنة اللي فاتت حسيت مش حسيت انا كنت وعدة كل الناس كل الناس تقوللي شر وشار وفي ناس كتيرة ما عرفتش تفر وفي ناس كتيرة يمكن كرهتني والسه الحد دلوقتي مش قادرة تحبني فالسنة اللي فاتت كنت وعدة الناس في اي حاجة بطلع بكلم عن الدور بقول لي كنت وعدة الناس خلاص سنة جاية ما فيش ادوار شار مع انه جالي دور شر السنة دي يعني اه اعتذرت اكذا حد ايوه حسيت ان انا عايزة تخياري انا عايزة وري حاجات تانية عايزة يعني ده حقك مش عارفة لو يعني ايثينك انا بيني وبيني حسيت ان ده الخيار الصحيح غير ان عايزة كنت روح على جونر الكوميديا اللي هو عكس الدراما تماما وكنت عايزة روح على فئة او سن او اعمار ناس جديدة يعني ده بقى مدرسة وتربية وفي تلاميذ وطلاب كنت عايزة كده انا مجدا اول ما اكلمني انا رحت على يعني من غير اصلا بلاينلي ايو اجزاكلي يعني بس بحب اسمه بحب شغله من احنا وصغيرين ايام افلام الناظر يعني يعني اه فاسماء كبيرة فيا حسيت انه ممكن يبقى مختلف حسيت ممكن اقدم انا حاجة مختلفة للناس مدرسة تقمصي شخصية اي مدرسة دي بقى صعبة اوي دي بقى صعبة ايوة بتتقمص شخصية مدرسة فمدرسة وهي صغيرة يعني فالهو عملتيها بقى حسيت بنت استرجعتي مسلا مدرسين كانوا معاكي في المدرسة في الجامعة كتير ايوة بس حسيت برضو ان انا المدرسة اللذيذة يعني انا الصائعة شوية اللذيذة اللي بتدرس دراما ويوجا ودايما والحصص دي حصص اللعب بالنسبالنا صح مفيش حاجة جدية ولي بيبقى الاستاذ لذيذ وادما كان لذيذ وادما الحصة احلى فكتسهل علي ان انا عاملها حد ما راح لسه طبعا الشخصية هتتطور وحيحصل اكيد احداث احنا لسه تالت يوم صح مش عايزة تقول لنا كده اي مش عايزة انا ممكن اقول لكم المادية ضخمة من ناحية ممثلين كتير قوي رأس ومشاهد رأس وصفر كتير قوي في مصر هتسافروا معنا اسوان هتسافروا معنا لقصر هتسافروا معنا اماكن تانية في مصر معنا طلاب كتير قوي معنا اغاني للمسلسل كل سفرية وليها اغنيتها هتعلق بالناس امشور معنا راقصين كتير رأس وشوات مختلفة تانية بتيجي بإطار لدراما فهتشوفوا حاجات حلوة قوي هتسافروا معنا واتحلاموا معنا